المخاطر الكيميائية من مجمل المخاطر التي تسبب تهديداً لصحة المستهلك للغذاء هي المخاطر الكيميائية وذلك عن طريق وصول كمية من المواد الكيميائية الخطرة أو السامة في أصل الغذاء أو قد تكون وصلت إليه عن طريق سلسلة تداول الغذاء وصولاً للمستهلك مما يجعل هذا الغذاء ضاراً وغير صالح للاستهلاك وقد يكون مسبباً للتسمم وهذا التسمم قد يكون من النوع التسمم البطيء وتظهر آثاره على المدى الطويل مثل حدوث السرطانات والفشل الكلوي أو الزهايمر أو حدوث تسمم سريع مثل التسمم بالمعادن لا سيما عندما وجود تراكيز عالية منها في الغذاء ما هي مجاميع أو تقسيمات المخاطر الكيميائية؟ يمكن تقسيم المخاطر الكيميائية إلى ما يلي أولاً المخاطر الكيميائية الطبيعية وتضم كل من ألف المصادر النباتية ومثالها للايكوسيدات القلوية مثل مادة السولاني الموجودة في البطاطا تكون بشكل بقع بلون أخضر على ماذا تؤثر هذه المادة وهل تصبح آمنة صحياً عند إزالة الجزء الأخضر منها؟ يؤدي وجود هذه المادة إلى تثبيت عمل بعض الأنزيمات أنزيمات الدم والدماغ ويمكن إزالة الجزء الأخضر من البطاطا عند التغشير وتصبح بعدها صالحة للأكل باء الصابونيات ما هي وفي أي الأغذية توجد وما تأثيرها على الإنسان؟ هي عبارة عن جليكوسيدات غير متجانسة تتواجد في فول الصوية والبقوليات والعدس تتميز هذه المواد بنشاط سطحي قوي عند تفاعلها مع الأنسجة الدهنية والخلايا مما يسبب فقدان للنفاذية والانتقائية وفقدان الأنزيمات المهمة ما الإجراء المتبع لتقليل مضار الصابونيات في هذه الأغذية؟ عملية النقع لهذه الأغذية في تقليل نسبة الصابونيات جيم لجليكوسيدات السيانيدية ما هي وكيف يتم تكوينها؟ هي مركبات قادرة على إنتاج سيانيد الهيدروجين نتيجة لنشاط بعض الأنزيمات النباتية أو تأثير حموضة المعدة ما الأثر الضار على الصحة عند دخول لجليكوسيدات السيانيدية جسم الإنسان؟ يؤدي وجود السيانيد إلى ارتباطه بالحديد في بروتينات وأنزيمات الخلية وبالهيمغلوبين في الدم الأمر الذي يؤدي إلى منع التنفس في أي نوع من الأغذية تتواجد لجليكوسيدات السيانيدية؟ تتواجد هذه المركبات ببدور الخوخ والتفاح والكمة دال لجليكوسينالات ما هي وفي أي نوع من الأغذية تتواجد؟ هي مركبات أسترات الكبريتي تتواجد في العائلة الصليبية في البدور والسيقان والجذور وكذلك في فول الصوية وفي استقل حقل ما تأثيرها على صحة الإنسان؟ وكيف يتم تقليل هذا التأثير؟ يسبب الطهي الجيد والتجميد بتقليل محتوى هذه المركبات ولا تعد هذه المركبات سامة بذاتها إلا أن نواتج تحللها تسبب انخفاضا في نشاط الغدة الدرقية المصادر الحيوانية تحتوي بعض الأحياء البحرية على سموم ذات خطورة عالية حيث توجد السموم البحرية على سطح بعض الكائنات البحرية مثل سمك جليفش والاخطبوط وقد تكون داخلية حيث توجد فيها اللحم والكبد والبيع كما في بعض الأسماك والأصداف مثال ذلك التسموم المسمى سيكويتيرا بويزنين ما الأغذية التي تسبب هذا التسموم؟ تعد الأغذية البحرية مصدر خطر لهذا النوع من التسموم كما في بعض الأسماك الهامور والقرش وأسماك ذيب البحر وتعد هذه السموم من أخطر أنواع السموم الأغذية البحرية ما سبب سمية هذه الأسماك؟ وما أعراض التسموم؟ تكون الأسماك سامة نتيجة لتغذيتها على أسماك صغيرة تغذت على طحالب سامة أو عوالق مائية وعراض التسموم هي الدوخة والقيء والجفاف وألام في البطن والإسهال وألام عامة في العضلات وكذلك الحالة بالتسموم بالصدفيات والمحار والقشريات نتيجة لتسرب سموم الطحالب السامة إليها عبر السلسلة الغذائية ثانيا المخاطر الكيميائية غير طبيعية وهي المخاطر الناجمة عن تسلل بعض المركبات الكيميائية الخطرة إلى الغذاء خلال سلسلة تداوله مما ينجم عنه وجود مخاطر على صحة المستهلك وهذا التسلل إما أن يكون بشكل عفوي أو مقصود مثال العفوي مثل وجود نسبة عالية من المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة التي تسللت للغذاء عبر السلسلة الغذائية هذه المخاطر تتمثل بما يلي بقايا المبيدات كيف تنتقل للإنسان وهل تتشابه مدة بقاء المبيد في الأغذية؟ تنتقل إلى الغذاء إما عن طريق النباتات بشكل مباشر على شكل بقايا أو من الحيوانات التي قد تكون تغذت على هذه المبيدات عموما تختلف المبيدات بوقت بقاها على النباتات فمنها ما يتميز بمدة بقائه الطويلة جدا وهي تعتبر الأخطر مثل الجامكسان واللندين وتمتاز بتأثيرها التراكمي داخل جسم الإنسان لتخزينها في الأنسجة الدهنية والآخر سريع التحلل مثل لديازينون وكما تختلف هذه المبيدات بشدة سميتها بما ينعكس بالتالي على شدة سميتها على المستهلك في حال وصولها إليه من خلال الغذاء وبكميات عادي ما المخاطر التي تسببها المبيدات للإنسان؟ تتسبب بقايا المبيدات بحدوث حالات تسمم حادة قد تؤدي للوفاء أو حصول أمراض مزمنة مثل أمراض الدم، تلف الكلية، الكبت، والرئة، والجهاز العصبي كما قد تسبب بقاياها على المدى الطويل واستمرار تناولها لظهور أمراض سرطانية مثل سرطان الثدي والقولون والرحم كما تسبب حدوث حالات تشوه للأجنة ثانيا، المعادن الثقيلة ما المقصود بها؟ وهي المعادن التي يزيد وزنها النوعي عن 4.5 غرام على سنتيمتر مكعب مثل الزرنيخ، الرصاص، الزئبق، الكاديميون هل يسهل التخلص منها إن وجدت داخل جسم الإنسان؟ وكيف تنتقل للإنسان؟ إن هذه المعادن تتراكم بالجسم لا سيمة الأنسجة الدهنية منها مما يصعب التخلص منها وتنتقل المعادن الثقيلة للغذاء بشكل عام عن طريق المبيدات إلى المياه، مياه الري، التربة، حرق النفايات، أسطح، تداول الأغذية هل يسهل التخلص منها إن وجدت داخل جسم الإنسان؟ وكيف تنتقل للإنسان؟ إن هذه المعادن تتراكم بالجسم لا سيما الأنسجة الدهنية منها مما يصعب التخلص منها وتنتقل المعادن الثقيلة للغذاء بشكل عام عن طريق المبيدات مياه الري التربة حرق النفايات أسطح تداول الأغذية ما تأثير المعادن الثقيلة على جسم الإنسان؟ نبدأ أولا بالرصاص الرصاص يتراكم في أعضاء جسم الإنسان المختلفة مثل القلب، الطحال، الرئة، الدماغ عن طريق الدم كما يؤدي إلى إبطاء عمل بعض الأنزيمات التي تدخل في تخليق الهيموغلوبين وحدود حالات من فقر الدم وعدم التركيز وضعف الذاكرة والتخلف العقلي لا سيما عند الأطفال الزئبق ما تأثير الزئبق على جسم الإنسان؟ يتفاعل مع البروتينات مما يغير خصائصها الحيوية لا سيما الأنسجة كما يعطل بعض الأنزيمات من خلال تغيير شكلها والأخطر من ذلك إمكانية دخوله في تركيب الأحماض النووية مثل الـ DNA مسببا حدوث طفرات وراثية كما قد يسبب تلف الدماغ ننتقل إلى المعدن الثقيل الآخر الزرنيخ ما التأثير الضار للزرنيخ على جسم الإنسان؟ يؤدي وجوده بنسب أعلى من الحد الطبيعي إلى إحداث آلام بالعضلات وتأثيره على الكلية والكبد والجهاز الهضمي والأمراض السرطانية ننتقل إلى المعدن الثقيل الكاديميوم هل الكاديميوم تأثير على صحة الإنسان؟ بسبب بطء تمثيله في الجسم يحدث تأثير تراكمي له مما يؤدي إلى ظهور آلام شديدة في العظام والظهر والأطراف ويؤثر في نسبة امتصاص الكاليسيوم والزينك مما يسبب هشاشة العظام ثالثا بقايا العقاقير الطبية هل تنتقل بقايا العقاقير الطبية من خلال الصرف الصحي إلى مياه الشرب فقط؟ أم أن هناك أغذية أخرى تنتقل إليها؟ ما هي أمثلة بقايا العقاقير الطبية الموجودة في الأغذية؟ مثال العقاقير الطبية هي الهرمونات، الأمصال، المضادات الحيوية التي تستعمل لأغراض عديدة في مجال تربية الثروة الحيوانية مثلا ولبعض هذه العقاقير أثر تراكمي في أنسجة الحيوان وعند استهلاك لحومها فإنها تؤثر على صحة الإنسان لا سيما الهرمونية منها أما المضادات الحيوية فإن انتقالها من الحيوان إلى الغذاء والإنسان يتسبب بظهور عتر من البكتيريا المقاومة لهذه المضادات الحيوية رابعا، المضافات الغذائية ما الأثر السلبي للمضافات على صحة الإنسان؟ هناك العديد من المواد التي تضاف للأغذية ولأغراض عديدة منها المواد الحافظة والملونة والمواد المضادة للأكسدة والمطاعمات والمنكهات والمحليات ومحسنات القوام والمثبتات ومواد الاستحلاب ومضادات الرغوة وغيرها الكثير يفضل عادة تجنب كل هذه المضافات ما أمكن ذلك ولكن عند إضافتها يجب أن يراعى أن تكون صالحة للاستهلاك البشري وأن تكون نسبة الإضافة ضمن المديات المسموح بها قد نشرت منظمة الكودكس قائمة بالمواد الصالحة وبالأرقام يمكن الرجوع إليها لمعرفة صلاحية هذه المواد من عدمه خامسا مواد التعبئة والتغليف ما الخطورة الناتجة عن التعبئة والتغليف التي يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار من المهم مراعاة استعمال مواد التعبئة والتغليف الصالحة للأغذية فمن الممكن حصول أضرار صحية للمستهلك نتيجة لحدوث هجرة اميغريشن أو انتقال بعض المركبات غير الأمينة من الناحية الصحية إلى المستهلك عن طريق هذه الأغلفة إلى الغذاء ثم تنتقل إلى المستهلك بالإضافة إلى حدوث تغييرات في تركيب المادة الغذائية نتيجة لهذه التفاعلات مع هذه المواد الخطرة الصحية ننتقل إلى الجزء العملي وهو قياس نسبة الرصاص نتبع الخطوات التالية أولا نأخذ عدة أنواع من الأغذية وحسب ما متوفر بعدها تجفف العينات في فرن على درجة حرارة 105 درجة مئوية لحين ثبات الوزن بعدها تطحن العينات وعادة تجفيفها للتخلص من الرطوبة التي امتصتها أثناء عملية الطحن والاحتفاظ بها بمعزل عن الهواء في أوعية محكمة الغلق بعدها نأخذ واحد غرام من العين المجففة والمطحونة ونضعها في فرن الترميد في حرارة 550 درجة مئوية لحين ثبات الوزن بعدها يذاب الرماد في حامض الهايدروكلوريك 2 عياري بعدها يكمل الحجم إلى 50 مل باستعمال حامض الهايدروكلوريك 1 بالعشرة بعدها تقاس نسبة الرصاص باستعمال جهاز Atomic Absorption جهاز مطياف الامتصاص الضري ولتحضير محلول قياسي يوزن 1.803 إغرام من خلات الرصاص المائية بدقة وبيستعمال ميزان حساس ونكمل الوزن إلى لتر واحد باستعمال ماء مقطر مزال الأيوانات حيث يصبح تركيز العنصر في المحلول القياسي مكافئ إلى إغرام على لتر وحسب المعادلة الوزن الجزائي للمركب على الوزن الجزائي للعنصر ويساوي وزن المركب المطلوب لكل غرام واحد من العنصر إلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم في حال وجود أي سؤال اكتبوا لي على الإيميل أسفل الفيديو تحياتي